موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنقدم لكم درس تحولات الفيزيائية المادة هو درس يندرج ضمن دروس السنة الأولى إعدادي للدور الأولى لنبدأ على بركة الله بالنسبة للمحاور الدرس كانت في المحور الأولى فقرة الأولى عندنا الإنسيار والتجمد ثم الفقرة الأخرى ينفهم تبخر والتكاثف وأخيرا نفهم التسامي وفي الأخرى نختمه بخلاصة إذا نبدأ بالنسبة لفقرة الأولى التي تخص الإنسيار والتجمد سنقوم بتسخين قطع من الجليد إذا عندنا قطع من الجليد سنقوم بتسخينها وبعد مرور مدة معينة سنحصل على كأس به ماء سائل إذا بفعل الحرارة تحولت قطع التنج إلى الحالة السائلة إذا عندما نقوم بتسخين قطع التنج ستكتسب الحرارة وبالتالي عند اكتساب الحرارة سترتفع درجة حرارتها وستتحول إلى الحالة السائلة أي أن هناك تحول الماء من مادة صلبة إلى مادة سائلة وبالتالي هنا نستنتج أن عند اكتساب قطع التنج للحرارة أدى إلى تحولها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إذن هذا التحول يسمى بالإنسهار إذن تحول مادة عموما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى بالإنسهار مزيد ننتقل الآن للتحول الثاني إذن عندنا هنا إناء به ماء سائل وضعه في مجمد تلاجة لبعض الوقت إذن سنخذ إناء به ماء سائل أو قرعة ديلم أو لا شيء كأس عموما وهذه نوضعه داخل تلاجة داخل مجمد في الفريو ما سنلاحظه بعد مرر المدى معينة؟ بطبيعة حال ذلك الماء سيتجمد أو سيتحول إلى قطع من التلج أو من الجليد وبتالي هنا تحول المادة من الحالة السائلة يعني كان عندنا فلو الماء سائل وتحول إلى ماء صلب له وقطع ديالجليد العكس مثال الحالة الأولى ديالإنسهار وبتالي تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يسمى بالتجمد تجمد تجمد هي حالة فيزيائية بحيث تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إذا خلاصة للفقر عدي الإنسهار مؤointed التي ترى المثال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أما فيما يخص التجمد هو تحول أيضا فيزيائي للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة كما قد تلاحظوا في هذا المثال حيث إذا مشينا من الحالة صلبة إلى سائلة يسمى الإنسهار أما إذا مشينا من ماء سائل مثلا إذا تحولنا إلى قطع الجليل يسمى التحول بالتجمد إذن الفقرة الأولى رأى واضحة كندن ما فيها تشي مشكل فيها فهم انسيار وتجمع طرفنا اليوم لان انتقل الفقرة الثانية تخص تبخر وتكاثف اذا نقوم بتسخين كمية من الماء حتى الغليان ماذا نلاحظ؟ طيب حال سنلاحظ ان الماء الذي يوجد في الداخل هنا سيتبخر شيئا فشيئا وبالتالي سيتحول الى بخار الماء اذا تحول حالة الفيزيائية هنا من الحالة السائلة وهو ماء السائل الى حالة غازية يعني تحول الى بخار الماء وهالتحول هذا هو الذي سيسمى بالتبخر اذا نستنتج ان عند ظهور فقعة بخار الماء نتيجة تتحول هذا الماء من الحالة الفيزيائية السائلة الى الحالة الفيزيائية الغازية ويسمى طبيعا الحالة التحول كما ذكرنا بالتبخر اذا تبخر ذلك الماء وهو عموما تحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية نخذ الحالة الاخرى عند ملامسة بخار اول حاجة عن نفذ الواتقاتي تلاحظوا ان حرارة كانت تخن كمية من الماء ستتحول بطبيع الحال ستتبخر تحولي الحالة غازية لكن تلاحظون اخذنا صحن بارد صحن بارد وضعنا واحد صحن وضعنا في قطع دي الجريد باش يبرد دور دي ذلك قطع دي الجريد وكيحولنا هذا البخار الى الماء كيبردلنا الصحن مما يؤدي ذلك الى تحويل هذا البخار الماء الى قطرات من الماء اذا عند ملامسة بخار الماء المتصاعد للصحن بارد يتحول الى قطرات مائية فنقول ان بخار الماء قد تكاثف يعني تكاثف تجمع ذلك البخار شيئا فشيعل الى ان يتحول الى الحالة السائلة وهنا نقصد بكلمة التكاثف او الاسالة يعني تحويل الماء على شكل حالة غازية تحويله الى حالة سائلة اذا عملية التكاثف او الاسالة هو تحول فيزيائي بحيث تكون المادة في الحالة الغازية وتتحول الى الحالة السائلة اذا شوفوا الخلاصة دي هذا الفقراء هذه تبخر كما ذكرناه وتحول الحالة الفيزيائية للمادة من حالة سائلة الى غازية ثم بنسبة التكاثف او الاسالة هو تحول الحالة الفيزيائية للمادة من حالة الغازية للحالة السائلة ونشفنا هذه المتالة سابقا اذا اول حاجة اللي بغت نذكر لكم هنا هي الى كان عندكم تبخر تكاتف الانسهار الانسهار التبخر والتكاتف فكاللاحظوا هناك طريقة اللي لا تلفوا لكم في امتحان ولا في الدرس ولا في تمرين عموما الطريقة هي انكم ترطب مثال الماء حال الصلبة دي الماء خدوا دائما مثال الماء مثلا في حال الصلبة كيكون جليد في حال السائلة كيكون ماء سائل والحال الغازية كيكون بخر الماء اربطوا المثال هتكون هتخرجوا لحالة الفيزيائية كما كتلاحظوا هنا اعتمنا فقط على مثال الماء في الدرس ما انتقلوا الى التسامي وهذا تحول الفيزيائي الجديد لكم عموما ناخدوا مثال هنا تتحول بعض الاجساء مباشرة من الحالة الفيزيائية الصلبة الى الحالة الفيزيائية الغازية هناك بعض هذه الحالة خاصة بعض الاجسام تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون المرور من الحالة السائلة يعني كتشم من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية وهذا التحول هو الى التسامي وهنا مثال هذه الحالة مثال هو النفطلين نفطلين بالدرجة والكفر اذا الكفر هو هذا كما قد تلاحظوا فالكفر عبارة عن حبيبات الكفر هذا يعطينا واحدة رائحة من حيث تحول هو عبارة عن قرية الصغيرة من الحالة الصلبة الى حالة غازية دون المرور من الحالة السائلة اذا هناك خلاصة عامة للدرس لهذه الفقراء ali تحول الفيزيائي للمادة فإذا طلقنا من جسم الصلب الى جسم السائل يسمى تحول بالانسهار العكس يسمى بالتجمد انطلقنا من الصلب الى غاز والتسامي ثم من سائل الى غاز تبخر اما بخصوص الغاز اذا مشنا من الحالة الغازية الى الحالة السائلة او الحالة الغازية للحالة الصلبة يسمى بالتكاثف يتتكاثف تلك الدقائق لتتحول الحال السائلة أو الحال الصلبة إذا كنتم يتكاثف إذا نتشاهدك في هذا الدرس هذا نتمنى أن الفيديو يكون واضح و تكونوا فهمتوا الشرح إذن موعدنا في درس جديد و شكراً لا تنسوا تابعونا و فلاشين لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله شكراً